اهلا وسهلا بكل متابعين ومتابعة الفيزيون اليوم السابع في كل مكان التغيرات المناخية بتواصل تأثيرها على مختلف دول العالم وخلال الايام اللي فاتت اتعرضت نيوزيلندا على فترات متقطعة لأعصير وكمان فيضانات جارفة وده تسبب في مصرع العشرات وإجلاء الألاف من الأشخاص فيما وصف بأنه أخطر حدث تقصي بتشهده نيوزيلندا هذا القرن من ساعات ومن جديد ضرب إعصار منطقة إست أوكلاند بنيوزيلندا وصدر التحذيرات بشأن هبوب عواصف رعضية شديدة في معظم المناطق الوسطى وكمان الأولية من نورث آيلاند وسط توقعات بفيضانات قريبة وفقاً إذاعة نيوزيلندا ذكرت إدارة الطوارئ في أوكلاند أن هناك عمليات نزوح وساعد رجال الإطفاء السكان على وضع البلاستيك فوق الأسطح المتضررة وكمان علاج الأضرار الطفيفة الأخرى في الممتلكات في شرك أوكلاند جاءت معظم مكالمات الاستغاثة بتتعلق بسقوط أسقف أو تضررها وسقوط أشجار على المنازل وكمان سقوط أشجار على خطوط القهرباء ولكن لم تتلقى إدارة الإطفاء والطوارئ تقارير بشأن محاصرة أو إصابة أي شخص خليني كمان أقول لحضراتكم أن ديفيد ماكيون مراقب حرائق الطوارئ وحوادث الطوارئ كمان قال إن معظم تقارير الأضرار كانت من منازل في حوالي 11 شارع من جولف لانديز إلى شرق تاماكي تسبب التقص السيء اللي بتشهده نيوزيلندا منذ أسابيع في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ده بالإضافة إلى انقطاع الطيار الكهربائي على نطاق واسع وتسجيل حصيلة قتلة وكمان مفقودية بخلاف نيوزيلندا أيضا أشارت دراسة مهمة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر من أكبر أو من أكثر الدول المعرضة للأقصير حيث كشفت الدراسة عن وجود تغيرات في ألماط الهواء مع ارتفاع درجة حرارة العالم قد تدفع على الأرجح المزيد من الأعصير الأكثر شراسة نحو سواحل الولايات المتحدة الأمريكية وخلجانها الشرقية الدراسة كمان اللي نشرت في النجلة Science Advances بتتوقع أن الاحترار الزائد في شرق المحيط الهادي الاستوائي في المستقبل هينتشر عبر الغلاف الجوي لدفع العواصف في المحيط الأطلسي شرقا نحو الساحل الجنوب الشرقي للولايات المتحدة وشمالا في خليج المكسيك كمان من المتوقع أن تشهد شبه جزيرية فلوريدا أكبر زيادة في المخاطر تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع شهر إبريل الجاري لأعصار مدمر تسبب في مقتل عدد من الأشخاص شرق ولاية ميزوري وطبعا ده كان من أكبر المخاطر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الأخير يذكر أيضا أنه خلال الشهر الماضي لقيت سبع أشخاص على الأقل مصرعهم ودمرت عشرات المباني وكمان انقطع الطيار القهربائي عن ألاف السكان في ولايتي ميسيسيبي وألباما الأمريكيتين طبعا نتيجة تعرضهم لطقس عاصف وإعصار قوي دي كل التفاصيل المتعلقة بهذه التقطيع اللي قدمناها لحضراتكم من تلفزيون اليوم السابع وما تشهده نيوزيلندا من طقس سيء وتوابع ذلك التقس بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تقطيعات جديدة من تلفزيون اليوم السابع اشتركوا في القناة